السلام عليكم معكم شهدي نصري ومرحبا فيكم بالحلقة الثالثة من سلسلة تعليم تصوير الطبيعة بتعاون مع مدرسة نيكم مشكورين على الحضور اليوم نحن نتكلم عن انواع تصوير الطبيعة انواع تصوير الطبيعة عنا نوعين عنا تصوير نهاري و عنا تصوير ليلي لما نجي على التصوير النهاري في عنا كزا نوع خلال تصوير النهاري مثلا عنا تصوير شروق والغروب عنا تصوير البلو اور هاي بتكون بعد الغروب او قبل الشروب بحوالي عشرين دايئة عنا تصوير الفوتوغرافي أو تصوير السفر كما نسموه بيكون في جزء من اه من المدينة او جزء اسهري بالاضافة للطبيعة عنا كمان الدرون تصوير الجو وعنا تصوير البحر كمان عنا تشوير ففي الصUD المين وهو شلالات و الغابات الجبال وهذه شهر تشوير بس على مين والنواع لما نجي على التعريض السريع مثل هاي الصورة لازم يكون عنا التعريض سريع كثير السبب اني اي حركة ريح او اي اهتزاز ما رح تطلع معنا بالصورة بعض عشان نتفادها الشيء منرفع العيزو منخلي للصورة الغالق سرعة الغالق سريعة كثير كثير عشان ما يطلع عنا اي اهتزاز بالصورة وكمان عنا تعريض طويل مثل هاي الصورة مستعمل فلاتر عشان نقل الكمية الاضاءة داخل السنسور بالحالة ما يحتاجين وقت طويل لتصوير الصورة عشان يطلع معنا الافاكت الغام اللي شايفينا او الميت كون معنا حركة كمتل عبارة عن صدح زجاجة بهاي حوالي عشر داري الصورة كمان عنا تصوير ليلي عنا مثلا تصوير الشفاق القطبي عنا تصوير الطبيعة الليلي مع الطبيعة مع امر او نجوم او مجرة عنا تصوير استروسكايب الفرق بين استرو والتصوير الليلي للطبيعة انه بيكون الليلي للطبيعة بيكون في جزء كبير للارض اما تصوير الاستروسكايب بيكون في عنا جزء صغير كثير للارض كمان عنا ستار تريل او تصوير حركة النجوم اللي متل من الصور اللي شايفينها كمان في عنا تصوير اللي لرسم بالضوء من اضافة يعني الوان للطبيعة حسب الصور اللي شايفينها بتشوفوا ان التصوير الليلي عبارة عن تصوير تعريض طويل السبب لان الاضاءة اللي موجودة قليلة كتير كتير يعني الاضاءة اللي من بعثة بس مثل الصور اللي شايفينها هاي مثل الشفاق او الاضاءة النجوم اللي شايفينها اللي طالع معنا اما بالنسبة اضاءة مباشرة ما في عنا اضاءة مباشرة نهائية بالصورة كمان عنا تصوير الامر التصوير الامر بس بيكون خلال تصوير النهاري بسبب لان لما يكون امر بدر او بيكون امر هلالة زيارة كتير بس منشوفها خلال وقت الشروق والغروب بيكون قريب كتير للطبيعة يعني قريب كتير من سطح الارض اما بعد هالاوقات رح يكون فوق السماء وما رح نقدر نضيفها بشكل حلو مع الطبيعة بتشوفوا على طول لما يكون امر جديد وامر بدر كامل بيكون مقرون كتير بالشروق والغروب السبب لما يكون امر بدر بيكون قريب للشمس كتير كتير بقى منشوفه خلالا يعني مباشرة بعد الغروب بشكل واضح كتير او لما يكون بدر بالعكس بنشوفه عند وقت الشروق بيكون قريب كتير من الارض يعني ممكن نضيفها لعنصر من عناصر الطبيعة اما لما يكون الامر فوق بالسماء مثل الصورة هاي هذا تشوير استرو فوتغرافي لاني ما في ننضيف اي جزء من الارض لها الصورة كمان في نقطة كتير مهمة هو وجود العنصر البشري في الصور وجود العنصر البشري يا جماعة بالصورة ممكن يكون اولا لاضافة جمالية للمكان ثانيا انه عشان يحدد لنا تحجيم للمكان يعني احنا لما نقارن حجم الانسان مع حجم المنظر الموضوع الرئيسي الموجود انحنا عم صوره بتشوفه اللي في اختلاف كبير عبارة عن تحجيم المكان او اضافة جمالية او شغلة ثالث انا بستعملها للتكوين هو عبارة عن قايدن للصورة ما استعملو كقايدن لين او كنصر توجيه في الصورة ايى متل ما شايفين صورة هاي شكل المجرة مع وجود الشخص هذا باتجاهه بيعطينا عبارة عن توجيه ان نروح على الجبل الصغير اللي شايفينها قدامنا أما الصورة هي عبارة عن جمالية فقط لغير أغضي نفس خط المجرة نفس الشيء الاتجاه كمان ممكن نضيفها كعنصة التوجيه رأي على الصحرة اللي شايفينها أنواع الطبيعة في العوامل بتقيدها عشان نتعرف عليها العوامل هي التالية أول نوع هو أول عامل قصدي هو الوقت اللي بالنهار اللي عم نصور فيه هل يترى خلال الشروع غروب البلو آور أو التصوير الليلي كمان أي وقت بالسنة نحن عم نصور ممكن نعم نصور بالشتاء بالخريف بالربيع بالصيف كمان لاني في تصوير خريف لما تكون الأشجار بلاشت تاخد ألوان الأصفر والأحمر الأوراق اللي فيها كمان هذا الفول لانسكاي فوتورافي مثلا بيسموه تصوير خريف كمان حسب المكان اللي عم نصور فيها اللي عم نصور نحن بالبحر بالطبيعة بشكل عام بالجبل عندنا النهار غابات يعني فيه أنواع حسب المكان كمان حسب نوع الإضاءة هل يترى الإضاءة عم تجي من الشمس عم تجي من الأمر أحيانا ممكن لدينا الإضاءة المدينة بيعطونا عنصور حلولة الطبيعة للصورة أو من اللي عم تجي من أن نحن نعطي إضاءة بشكل شخصي مهمة كتير تعرفوا يا جماعة أول شيء كيف نتعلم نشوف الصور كيف نتعلم نشوف التكوين المشاهل نقرأ المشهد كلها الشغلات لازم نسموه مثل تغذية بصرية نستخدم إنستغرام ونحن نشوف التغذية البصرية كمان مهمة كتير نعرف شو هي الأولويات من تبعتنا نحن شو أولوياتنا من التصوير هل يترى بس أنه بدنا خبره بالتصوير نتعلم أم أن نحصل على مثل ذكره أنه نحن نحن نسافرنا وعملنا وشالات أم علاقات مثلا التصوير الصراحة من أنواع أنا عندي أصدقاء كتير وأعز وأحسن أصدقاء عندي تعرفت عليهم أنواع التصوير يعني هو عبارة عن مجالة تير حلو عشان تتعرف على ناس أم عبارة عن أنك تتحكي لأولادك أو تتحكي لجعوشتك أو تتحكي لأهلك أني أنا سافرت وعملت ورحت المكان هذا يعني عبارة عن مثل حكايات يعني وكمان أنها تتحصل على صور مهم كتير نعرف شو هي أولوياتنا نحن من التصوير لأن الشي رح يحدد لنا كتير شغلات رح نشوفها بعد شوي كمان لازم نعرف هو نتج النهائي نتبعنا من التصوير حالية ترى رأيه على السوشال ميديا الانترنت أو الفيسبوك أو كذا الشغلات رح تحدد لنا كتير شغلات أم رح نطبعها كمان لازم نعرف مين هو الجمهور انتبعنا هالجمهور ان احنا كوميرشيال يعني ان احنا الصور اللي رح ناخدها هاي رح نبيعها أم رح نعملها بمعارض نعرضها نطبعها ونعرضها بمعارض أم رح نحطها مثلا بمجلات بجرايد أو أي شيء أم بس عبارة عن شارينج مع أصحابنا مع أهلنا مع أصدقائنا هاي شغلات شفناها كلها انواع تصوير شفنا الجمهور انتبعكم شفنا أولوياتكم تصوير رح تحدد لنا شغلات كتير مثلا مين انت كمصور هل انت ترى مصور تحب تصوير طبيعا النهاري تحب تصوير طبيعا الليلي تحب تصوير النجوم تصوير المجارة تصوير تصوير كلها الشغلات هتحدد لك كمان رح تحدد الستايل طبعا مثلا شو بتحب تصوير طبيعا خلال وقت الشروع وقت الغروب اما بتحب خلال تصوير البلو أور كمان رح تحدد كمان مين هو جمهورك رح تحدد معداتك لان معداتك أساسا حسب أنواع التصوير كل نوع تصوير معدات مختلفة كمان رح تحدد لك العائلة اللي انت رح تمتمي لها طبعا يعني اقام لكم التجربة الشعصية السفر والتصوير واللانسكيب يعني أحيانا لما يكون عندك أولاد و جورجيا يعني في شوية مشاكل رح تتركهم وتسافر كل ما لهواية والشغلات و ليش ما بتاخدني معك يعني رح تحدد لك كثير شغلات و بتمنى تكونوا يعني هالموضوع كله هذا فهمتوا مصبوط و أي سؤال ما تمالت لكم ممكن تتابعوني على السوشال ميديا وتبعتوني أي سؤال عن موضوع هذا بتمنى تكونوا جاهزين عشان نبتدي الحلقة الجاية بالتصوير الطبيعي بشكل مكسف مفتحية لكم و مشكورين على الحضور والسلام عليكم